وان اللاعب حيجدد عقده في القريب العاجل وان ربما ان يكون فيه جلسة الاسبوع المقبل الالتفاق على تجديد العقد طيب حقولك الجلسة وحقولك الحقيقة مش معنى الحقيقة اللي حقولها لكن اللي تقال في الجلسة مش حقيقي لا انا حقولك التفكير ازاي او ايه اللي ممكن يحصل ايه اللي ممكن يحصل تبقى للمعلومات الجلسة تم الاتفاق خالص يا ازيزو اقعد احنا عايزينك تكمل كنادي زمالك انت موجود معنا احنا عايزينك تكمل او عايزين نجدد عقدك تمام لان ازيزو نقص في عقده سنة فحنقعد عادة تانية ننزبط القموش طيب ازيزو كان جاي له عقد كبير قوي لان اللي عرفه 3.5 مليون دولار من يوم السعودي لزيزو في الموسم ما شاء الله لقوة الا بالله وممكن يوصله ل 4 مليون دولار خلاص ده عقد زيزو في الموسم ما شاء الله فزيزو معا كده يعتبر بيضحي برضو برقم كي يوجد اول مرة زيزو يضحي زي عرض الريان القطري بالسنة اللي فاتت برضو ارقام كانت ما شاء الله كبيرة جدا فالكلام طب المسؤولي نادي ازا ما يكن برح طبا يا جماعة احنا رفضنا عرض بالرقم ده انتوا هتدونا كام وده حق المشروع لأي لاعب ما حدش يقول لي طبو النادي والجمهور وكلام من ده اوكي نادي والجمهور على عندنا وعرصنا وكل الكلام ده طبيعي لكن في نفس الوقت برضو لازم اعرف تقدركم لي ايه انتوا هتدوني كام عقدي فاتفقوا مع زيزو ان الاسبوع اللي جاي يكون في جالسة هنا في سؤالين هجاوب لحضراتكم عليهم هل ملف احتراف زيزو وملف بيع زيزو يتقفل نهائيا الاجابة المؤكدة لا رغم كل الاخبار اللي طلعها افتكر الكلام اللي انا بقوله لحضرتك والاوقع اني نادي الزمالك الاوقع ولازم جمهور نادي الزمالك يعي الجزئية دي وانا عارف الغالبية بيفكروا بنفس المنطق وفي جزء بيفكر بالعاطفة جمهور الزمالك عاطفي جدا الى ابعى الدرجة مرتبط بيتقوي بزيزو ومشوار زيزو بتأثير زيزو مع الفريق كل ده طبعا مقدر لكن الواقع الجانب الحقيقي الاوقع ايه ان انا لازم ابيع زيزو عشان اقدر احل كل مشاكلي عشان اقدر احل كل مشاكلي رغم كل الاخبار اللي تتقالي النهاردة الى ان ممكن حضرتك تتفاجئ بان في عرض رسمي زي العرض بتاعني يوم كده او غيره جي نادي الزمالك ويرحل زيزو ع النادي الزمالك يعني اقصد اقول له حراركم ايه ان الباب ما تقفلش امام رحيل زيزو بنسبة 100% اتقفل بالنسبة بس يعني متوارب خلاص كده بالنسبة لزيزو رغم كل الاتفاقات ورغم الكلام اللي حصل فيه قعدة امبارة يعني خلينا نقول ايه لسه فيه شد وجذب عشان برضه يكونوا واقية مع حضراتكم ان القصة لم تحسن بعد ان هي عند نادي الزمالك تجديد عقد زيزو زيزو ما عندهش مشكلة يجدد في نادي الزمالك بس هنا التفكير كتير جوه نادي الزمالك من ناحية طب انا زيزو هيدفع كامل زيزو وحجيب صفاقات بكام وهحل ازماتي بكام ما هو اخلوا بالكم يا جماعة زيزو ده احسن العيد في مصر وفي نفس الوقت لما حاجة يجدد له عقده اكيد مش هجدد له بالقيمة اللي بياخدها دلوقتي لا اكيد هزودها وقيمة زيزو كبيرة على صعيد المادي ده امر مؤكد على صعيد الفني طبعا فكل دي حسابات عند المسؤولين في نادي الزمالك فافتكر الكلام اللي انا بقوله لحضرتك دلوقتي ان لو في عرض هتدفع الفلوس مرة واحدة كاش بالرقم اللي يرضي مجلس ادارة نادي الزمالك واللي يكون كافي بالنسبة لهم ان هم يحلوا ازمات كتيرة ويجيبوا صفاقات كتيرة من ضمنها بين شرق اللي كده كده حييجي تمام حيوافق نادي الزمالك وحيرحل زيزو فاذا الباب لسه موارب في مسألة رحيل زيزو عن نادي الزمالك طب القصة الاهم او القصة التانية اللي هي لا تقل اهمية عن قصة زيزو واللي كل جميل نادي الزمالك تسأل عنها دلوقتي وموضوع اشرف بن شارقي انبراع